ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله وكانت المدير العام للأمن الوطني قد نعت موظف الشرطة الفقيد بشكل رسمي بعد وفاته جراء حديثة سير خلال إطلاعه بمهامه في شرطة النجداء المحمولة بمدينة الرباط كما نشرت تغريدة على حسابها الرسمي تؤكد فيها استفاف مصالح الأمن الوطني إلى جانب عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل مع تمكينها من الدعم المادي والمعنوي اللازم وقد تمت ترقية موظف الشرطة الضحية إلى الرتبة الأعلى بطريقة استثنائية وهي رتبة تضابط أمن وذلك وفاء لروحه الطاهرة واعترافا بتضحيته الجليلة ومصاره المهاني المتميز وامتنانا أيضا لما برهن عليه من حس مهاني كبير خلال أدائه لمهامه النبيل المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين وتندرج هذه الترقية الاستثنائية في إطار العناية الخاصة التي تفردها المديري العام للأمن الوطني لأسرة الأمن الوطني سواء نتعلق الأمر بالموظفين الممارسين أو دوي الحقوق كما أنها اعتراف موصول لعائلات كل الموظفات والموظفين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا أثناء آداء الواجب المهني نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي